اشتركوا في القناة في نهاية كل سنة وهو توقعات العام الجديد توقعات الأبراج توقعات للدول توقعات للظروف العالمية وكأن وكأن كل شخص عنده أمية في مسألة النبوءات وبالتالي بيعوض تلك الأمية بسماع أولئك اللي بتكلموا بقى في الأبراج ولا في العلوم المختلفة وبيبقى لهم دايما فقرة سنوية سبتة بتبقى في آخر وفي ليلة السنة الجديدة أنا هقول لكم الوقتي شوية مبادئ اللي عايز يزبط الحتة حتة التوقعات بتاعت كل سنة لو أنت عايز تزبطها إليك مجموعة من القواعد وإن كنت تبحث عن توقعات فالقواعد اللي أنا أقولها لك دي هي هتعرفك أنت إزاي تتوقع من غير من غير الاعتماد على هنا وهنا وهنا وهناك إيه القواعد دي؟ أول حاجة أن الزمن أنت بتتوقع الوقت توقعات إيه؟ 2022 كأنك بتتعامل مع 2022 على أنها وحدة زمنية منفصلة علماً بأن الزمن هو شيء متصل مش منفصل وبالتالي معناها أن 2022 ماهش وحدة زمنية مستقلة بذاتها جاية لك بأحداث من عنده لا هي عبارة عن حتة في النسيج الزماني أو الزمني يعني برضو أي حاجة هتحصل في 2022 إنت نفسك تعرف إيه اللي هيحصل هتلاقيها مكملة بشكل واضح لللي بيحصل في 2021 في 2021 وبالتالي دايماً الزكي اللي عايز يعرف يعني بالمنطق خالص انسى موضوع الوقت التكهنات والنبؤات أنا الوقت عايز أتوقع حاجة صغيرة إيه اللي هيحصل للخطوة الجاية في الحدث ده بشوف الأول إيه اللي حصل في الخطوات اللي فاتت وبالتالي بالمنطق الطبيعي وبالتوازن الأحداث اللي حصلت دي يبقى معناها النتيجة دي من غير ما الموضوع يبقى فيه سنة 2000 وكذا و2009 ده توقعاتك اللي بتجردها عن السنين إن فيه مقدمات يبقى معناها إن فيه نتائج نفس الكلام بص ل2021 عايز تتوقع إيه اللي هيحصل في 2022 ادرس مصار الأحداث اللي حصل في 2021 اعتبر إن 2021 كانت عبارة عن السبب الأحداث دي عبارة عن إيه أسباب يبقى إيه اللي هيحصل في 2022 نتائج لتلك الأسباب طيب إيه اللي حصل في 2021 شوف بقى السؤال خليك تسأل سؤال تاني إنت الوقت مش هتقول إيه اللي هيحصل في 2022 السؤال الصح بقى إيه اللي حصل في 2021 أنا لما بعد الوقت أعمل خطة للسنة الجديدة قبل ما أفتح ورقة بيضة هكتب فيها أنا عايز إيه وأعمل إيه السنة الجديدة لازم الأول يبقى معايا ورقة مكتوب فيها السنة اللي أنا كانت معايا دي إيه اللي حصل فيها لإن دي بتبقى نتيجة لدي فالأول لازم تعرف إيه اللي حصل في العالم وإيه اللي حصل في حياتك في 2021 كل ده عبارة عن المقدمات سواء الحاجات العالمية أو الحاجات الشخصية اللي في الورقة الشخصية كل ده عبارة عن مقدمات ليه إيه اللي يحصل في 2022 أديك أمثلة بسيطة يبقى أنت الوقت هتعمل ورقتين ورقة سنة 2021 إيه اللي حصل في العالم إنت شايف إيه اللي حصل في العالم إيه الحاجات البرزة اللي علمت معك دي ورقة ورقة تانية إيه اللي حصل في 2021 في حياتك الشخصية من أول ما يناير بدأ لغاية ديسمبر دول ورقتين من خلال الورقتين دول هيتبنى عليهم ورقتين جداد لأن ده بيبقى سبب واللي وراء نتيجة لأن الزمن هو عبارة عن نسيج واحد سبب ونتيجة ثم سبب ونتيجة ثم سبب إلى آخر طيب هسأل بقى السؤال إيه اللي حصل في 2021 وده السؤال الصح هو ده اللي يخليك تعرف إيه اللي يحصل في 2021 إيه اللي حصل في 2021 تعال نرجع كده لشهر يناير 2021 طبعا أنت ممكن تبدأ الأخبار موجودة والإنترنت لسه مازال موجود فكل حاجة موثقة تقدر تدخل وقتي من يناير 21 ودعود تكتب الأحداث حصلت عواصف سلجية في أول السنة مات فيها ناس في الولايات المتحدة الأمريكية وانقطعت فالكهرباء وعاشوا حياة بلا بلا تكنولوجيا غصبا عنهم ده كده في 2021 في البداية خالص حصل خلال 2021 في النهاية بتاعتها الوقتي أن وكالة ناسا جابت شيخ ويعني رجل دين إسلامي ويهودي ومسيحي قال إيه علشان يتكلموا مع الكائنات الفضائية يعني ده كأنه سبب يبقى فيه نتيجة جاية في السنة الوراء يبقى فيه حاجة هتتعامل في السنة الوراء طيب 2021 برضو حصل في إيه حصل فيها براكين وكان فيه أطول بركان فضل شغال لمدة ثلاث شهور كان في 2021 ثلاث شهور يعني ربع السنة ربع السنة فيه بركان فضل شغال في العالم طيب حصل إيه في 2021 برضو حصل زلازل كتير جدا حصل زلازل في العالم العربي كتير الصيف بتاع 2021 كان حر جدا طال إيه كمان في 2021 حصل إن فيه حاجات خرجت لأول مرة بدأت تجبر الناس على أغذها جوه أجسامهم كلام ده ما حصلش في 2021 كلام ده حصل في 2021 حاجات كده بدأت الناس تاخدها وبدأت تتعمل قوانين جديدة بناء على الحاجة دي وبدأ يتم تصنيف الناس في 2021 لأول مرة في التاريخ يتم تصنيف الناس ناس أخدت وناس ما أخدتش وبالتالي إعطاء دول حرية ودول عدم إعطاءهم الحرية يعني دي مقدمة يبقى إيه؟ ده السبب يبقى فيه نتيجة هل إحنا شفنا النتيجة واللسه ما شفناش فإنت الوقت هتعد تجمع الأحداث الاجتماعية العالمية والأحداث البيئية والأحداث الاقتصادية يعني حصل إيه كمان في 2021 حصل لأول مرة إن تتأخر السلع والبضائع اللي بتتقل ما بين الدول وما عافيش حاويات بتنقل السلع دي وبالتالي حصل ارتفاع كبير في أسعار جميع السلع في العالم وبالتالي في نهاية 2021 حصل تضخم يعني دي معناها دايما اعتبر كل حدث كل حدث في 2021 هيبقى له صدى في 2022 هيبقى له تكملة هيبقى له التتمة بتاعته في السنة الجاي حصل برضو في 2021 حاجة مهمة جدا كانت في شهر 5 لما حصل صدام ما بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين في فلسطين والعالم كله لمدة تقريبا 9 تيام أو 10 تيام أو 11 يوم الأخبار كلها وقفة وفي الوقت ده في 2021 لما حصل الصدام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعالم كله حبث أنفاسه ساعتها توقفت أخبار الكورونا وأخبار الحاجات الصحية والموكات والكلام ده يعني هاو ده حدث حصل جمع الأحداث الاقتصادية والسياسية والبيئية وحتى الشخصية بتاعتك ويبدأ حط أخبار خبر لكل واحدة نتائج لكل واحدة ساعتها هتقدر تشوف 2022 جايب إيه 2021 لأول مرة لأول مرة إيه إنسان ما يقدرش الناس يعني ما تقدرش تروح الجامعة أو تعمل أي مصلحة لو هي طبيعية يعني لازم تعمل إجراء معين عشان تروح تكمل يبقى 2022 إيه اللي يحصل ده مبتدأ يبقى إيه الخبر 2021 حصل فيها زلازل كتيرة جدة بوركان ثار من وسط عدة براكين شهور ده مبتدأ يبقى إيه الخبر تقدر تقول إن 2021 بداية الشغل اللي بيديق على الدول واللي بيديق على الأفراد يعني 2021 هي بداية التضييق على الدول وعلى الأفراد تضييق من مين؟ تضييق من كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيديق على الدول على الأمم عن طريق البيئة عن طريق الحرارة عن طريق المياه اللي حصلت في 2021 ده وغرأت قرى في ألمانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا ده مبتدأ لسه لها خبر فربنا هو سبحانه وتعالى عمل إيه في 2021 عمل تضييق على الأمم علشان يذكرهم قبل ما ييجي العذاب فعمل تضييق على الأمم طب الأمم عملت إيه في 2021 ضيقت على الأفراد فعد الفرد ما عادش عرف يتحرك بحرية كمية السفر ورحلات الجوية سنة 2021 وليلة جدا مقارنة بالسنين اللي قبلها يعني ربنا سبحانه وتعالى في 2021 ضيق على الأمم وبالتالي في نفس الوقت الأمم ضيقت على الأفراد وبالتالي الأفراد ما عادوش واخدين حرية زي الأول ده فيه ناس ما بتعافش تفتح المطاعم والأهاوي إلا بوقت معين ويفضلوا بوقت مأجزين وعندهم مصاريف وقروض وبتاعهم مش قادرين يعني فيه تضييق لأن فيه تضييق كمان أممي وتضييق علامي طب ده مبتدأ يبقى إيه الخبر يبقى إيه الهيج السنة الجاية من تضييق على الأمم لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيضيق على الأمم زي ما أرسل على فرعون وقومه طفانه والجرد وبالتالي بوزة الزراعة ده بيبقى تمهيد الحاجة ده بيبقى مبتدأ وسبب لحاجة حاجة أكبر حاجة أهم ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم مع البشرية ولكن لما بيتكلم مع البشرية بيديك الأول مقدمة قبل ما يديك الخاتمة قبل ما يديك الخبر لو أنت مؤمن فطن اقرأ المقدمات اقرأ إيه أبرز الحاجات الجديدة كلياً اللي حصلت السنة دي إيه اللي أول مرة نشوفها من ضنها مثلاً الموضوع اللي أنتوا عارفينه من ضنها إن أول مرة ياثور بوركان ثلاث شهور متواصل إن أول مرة يبقى أن يبقى في عز الصيف وتحصل موجات فيضان ومية مغرأة قرى وتدمر المباني وإحنا في عز الصيف أول مرة يعني ده معنى أن 2021 بداية حاجة معينة بداية تغييرات جزرية معينة جاية وبالتالي عايز تفهم 2022 لازم تدرس الأول 2021 ده على النطاق العالمي ده على النطاق الشخصي أنت إيه توقعاتك؟ لأن الناس الوقت بتدخل تدور على توقعات 2022 للأبراغ يعني ده بيدور على إيه؟ على توقعات شخصية لأن الناس اللي بيدور في توقعات نوعين توقعات للعالم وبيدور على توقعات للفرد طب بيدور على توقعات الفرد عن طريق الأبراغ ده معنى أنك أنت عايز تعمل توقعات فردية ليك؟ طيب عندك بقى أي طريقة التوقعات الفردية؟ أنك هتعمل ورقة أبرز الأحداث اللي أنت مشيت عليها خلال اللي أنت بقى شخصيا عيشت فيها خلال 2021 من بدء من بدء يناير لغاية ديسمبر إيه الطلاعات اللي أنت طلعتها إيه الهبطات اللي أنت هبطتها إيه الأرباح اللي أنت عملتها إيه الخسار اللي أنت عملتها تدرس السنة بتاعتك عنق السنة رمضان وسط السنة تقريبا رمضان 2021 رمضان ده شكله إيه في السنة هل هو زي رمضانات اللي قبله ولا كان مختلف في حاجة معينة مسارك الصحي صحتك كانت عاملة إيه خلال 2021 عشان ده مبتدأ لحاجة جاية خلال 2022 طيب فلوسك وإنفقاتك اشتريت إيه خلال 2021 فيه ناس خلال 2021 اشترت منازل فيه ناس باعت منازل فيه ناس اشترت أجهزة فيه يبقى معناها أن الخبر بتاع المنزل اللي أنت جبته أو اللي أنت بعته أو الأجهزة الخبر جاي فين جاي في 2022 فأنت تدرس جميع التحركات اللي أنت أحدستها في سنتك في 2021 وتعتبرها إيه المبتدأ وتبص على 2022 على إن كل مبتدأ هنا له تكملة هناك دايماً كل احدتين زمنيتين وحدة ببقى اسمال أولى والتانية ببقى اسمال آخرة حتى لو التانية دي جاي وراها وحدة جديدة ركز معاي في الحتة دي عندك وحدة زمني وراها وحدة زمني دي ببقى اسمال أولى ودي ببقى اسمال آخرة طب دي لما تيجي هي بقت آخرة لدي يعني معتمدة على دي لن تستطيع التحكم والتمكن من دي إلا لما إيه لأن اسمها الآخرة معين الآخرة ده هي اللي هي الوحدة الزمنية التانية هي في حد ذاتها أولى للجديدة يبقى هنا أولى جديدة لآخرة لسه جديدة يبقى عندك الوحدة الزمنية بتبقى آخرة لأولى وبتبقى هي كمان أولى لآخرة جديدة وبالتالي 2022 تقدر تعتبرها النتيجة لكل المقدمات والأسباب اللي في 2021 ومن ناحية بقى تانية طريقة تصرفك في 2022 طريقة إدارتك للأحداث اللي هتحصل والمسارك الشخصي والعائلي طريقة إدارتك دي في 2022 هي هتبقى مبتدأ لللي جاي في 2023 يعني أنت عندك كل وحدة الزمنية بتسلم للتانية فعندك أولى وآخرة وأولى وآخرة لو أنت بقى ماشي من الأبرار أنت والمتقين المتقين والأبرار عندهم قاعدة في الوحدات الزمنية اللي إيه ولا الآخرة خير لك من الأولى حتى لو الآخرة دي ليه الوحدة الجديدة هتحصل فيها أحدث أصعب لو أنت من الأبرار وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما في آوة ووجدك ضلا في هذا ووجدك عائلا في أغنى وبالتالي لو أنت من الأبرار المتقين يبقى الوحدة الزمنية الجديدة دايما خير ليك من الوحدة الأديمة حتى لو هيحصل فيها كوارس حتى لو هتزول فيها أمم حتى لو الدنيا هتضطرب السماء هتضطرب على الأرض ليه؟ لأن التوقعات بتاعت الإنسان مش مبنية على الأحداث أكتر ما هي مبنية على هو مقدمته إيه وبالتالي نتائجه إيه فاللي أنت زرعته في 2021 هتحصد نتيجته في 2022 سواء الأحداث العالمية كانت كويسة أو مش كويسة دايما بيبقى فيه قدرين ماشيين مع بعض واوعى اوعى دي معلومة ثمينة اوعى تلبس دفدة دايما فيه قدرين ماشيين مع بعض فيه قدر جماعي أممي وفيه قدر فردين شخصي اوعى تخلي القدر الجماعي يغرك فتظن أنه ليس لك قدر فردي بفرض مثلا بفرض أن 2022 الدنيا هتضطربق فيه أو 2023 والدنيا هتختلف والنظام العالمي هينهار والإنترنت هايقطع افترض جميع الافتراضات اللي هي أصلا في يوم الآيام هتحصل افرضها دي توقعات إيه؟ أممية جماعية ما لك أنت توقعاتك الشخصية لازم دايما تبقى أي نعم هي متصلة شوية بالتوقعات الجماعية ولكن لازم يبقى لها مصار تاني لازم يبقى لها حسابات تانية اللي هي الحسابات الشخصية ولذلك ربنا بقول إيه؟ ولا الآخرة خير لك لك أيها الفرد من الأولى مش لكم دايما الآخرة لكم كمجموعة ما بتبقاش أحسن من الأولى بتبقى الأولى أحسن بيبقى الماضي أحسن السنة اللي فاتت أحسن للأمم 2020 أحسن من 2022 للأمم للمجموعات البشرية فدايما ولا الآخرة خير للفرد من الأولى وليس للمجتمع وبالتالي لا تتوقع إن التوقعات العالمية لـ 2022 هتبقى أفضل من 2021 إن السنة الجاية بقى هيبقى في الناس غنية والدنيا تبقى حلوة والدنيا تفتح والسفر أوعى أوعى تفكر إن الآخرة أو الوحدة الزمنية التالية بتبقى خير من الوحدة الزمنية السابقة للمجتمع لا للفرد بس ولا الآخرة خير لك أيها الفرد اللي مشى صح خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك في الوحدة الزمنية الجديدة ولسوف يعطيك ربك فطرد وتأكيدا على ذلك ألم يجدك هاتيما في أول ووجدك ضلا فهدا ووجدك عائلا فأغنى يبقى ده معناه إن انت عندك خطين في التوقعات التوقعات العالمية الأحداث اللي تحصل والتوقعات الفردية وما تخليش التوقعات العالمية تبوز لك مصارك الفردي وتوقعاتك الشخصية العالمية أيا كان هيحصل فيها إيه فلابد أن تكون من الأبرار الذين يستثمرون هذه التغيرات العالمية لمصلحتهم هما في الأخ طيب يبقى ده كمان من القواعد اللي بتحكم لك فوضى التوقعات الموجودة لو حصل فتنة في 2022 فتنة تغر الناس في دينها يعني يقولك نزلوا كائنات فضائية عملوا فوضى في صفحة السماء هولوجرامات في صفحة السماء ده شيء متوقع جد أن يحصل فوضى في صفحة السماء المرئية البصرية سحر يعني ليه؟ ليه ده توقع قائم لأن حصل في 2021 مقدمات له حصل في 2021 حصل فتنة للناس في دينها وبالتالي مناجة الدينية تغيرت في العالم المثلية انتشرت في العالم يعني فيه فتن فيه فتن دينية ده مقدمة هي يبقى المفروض ايه يحصل في 2022 الفتنة الكوبرا بقى الطورتة بتاعت الفتن الكريزة بتاعت طيب حصل في 2021 اختراع أو حاجة تطلعوها اللي هي الميتافيرس اللي هي الوهم السحر يبقى ايه اللي هيحصل في 2022 السحر الكبير بقى الطورتة الكبيرة للسحر إذا كانت المقدمات حصلت هيه في 2021 يبقى نتيجتها في 2022 فلو صفحة السماء اتغيرت في 2022 وعملوا فيها فوضى يبقى الخبر جاه وطالما الخبر جاه يبقى هنا بتنتهي كل المقدمات اللي فاتت بقى بتنتهي هي وصحابها لأنه برضو من ناحية تانية صفحة السماء دي بتاعة ربنا بينزل منها النور المطر الغيث العذاب العقاب دي صفحة السماء دي النافذة التي يكتب فيها الرب سبحانه وتعالى لنا فيها ما يريد صفحة السماء دي فلما تلاقي مطر نازل أو تلاقي غيث أو تلاقي عذاب دي المنطقة اللي ربنا ايه بيكلم البشر من خلاله وإن يروا آية يعني لو نزلنا من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين يعني دي معناها أن صفحة السماء دي هي المنفذ اللي ربنا سبحانه وتعالى بيورينا منه آياته طيب بفرض أنه مجوم عملوا سحر كبير يغطلك صفحة السماء بحسن أنت شفت في صفحة السماء حاجات نازلة وبتاقوية كلها صور بصرية يبقى دي معناها إيه؟ يبقى دي معناها أن أجل اللي هيلعبه اللعبة دي هيتلو ذلك الحدث لأن اللي بيقف في منفذ العلوي أنت عارفت الشيطان؟ قال إيه؟ لأتيانهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ما قال شي من فوقهم ما يقدرش الحتة اللي هي الفوقية دي ما حدش يقدر يعد منها المجال العلوي ده وبالتالي إن قاموا إن قاموا الصحراء الآن في العالم باحتلال وتخريب الصفحة العلوية دي لفوقنا اللي بنبص بقى على فوق يبقى تعرف أن أجلهم على طول على طول وراء الحدث ده يبقى ده آخر حدث بالنسبة له لو عملوه لو عملوه هما بيعملوا مقدمات في 2021 ليه؟ لو عملوه المهم إن جميع التوقعات اللي أنت هتسمعها أو اللي أنت هتسمعتها أو اللي أنت بتشوفها في المنامات المهم إن لو جميع التوقعات دي خوفتك اعرف إن التعامل الأممي القومي اللي ربنا بيعمله حاجة والتعامل بتاع ربنا سبحانه وتعالى مع الفرد البناء آدم حاجة تانية خاصة لو كان الإنسان ده من بتوع ربنا من أهل الله من عباد الله المخلصين فدي حاجة ودي حاجة لبقى ده كان إرشادات بسيطة ليكم بمناسبة فوضى التوقعات الموجودة الوقتي ما تنساش إنك هتعمل ورقة لـ 2021 عالمياً إيه اللي حصل ورقة تانية 2021 شخصياً وفردياً النبأ يعني في صورة في القرآن اسمها صورة النبأ صورة النبأ يعني لازم عندك إدراك للنبوءة أو النبوة مش بس بتعتمد على ناس بتعتمد على أبراج وابتاع والكلام اللي زايداً شوفكم على الخير إن شاء الله في حلقة جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة